أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف بفضل الله تعالى القراءة في الباب الثامن والخمسين وخمسماء من كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيد الشيخ الأكبر محيد دين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي هذا الباب الطويل يتحدث الشيخ محيد دين عن الأسماء الحسنى التي لرب العزة تعالى وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز ونحن الآن في الحديث عن حضرة البصر وهي الإسم الإلهي البصير فنبدأ وبالله التوفيق فبعد أن انتهينا في المقطع الذي قبل هذا من الحديث عن الإسم الإلهي السميع حضرة السمع يبدأ الشيخ محيد دين هنا الحديث عن الإسم البصير حضرة البصر ونذكر بداية بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن لله تسعة وتسعين إسما ماءة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ولذلك نجد أن الشيخ محيد دين يذكر في هذا الباب ماءة حضرة هي الحضرة الإلهية وهي الإسم الله وهو إسم الذات الموصوف بالأسماء التسعة والتسعين وهي أسماء الإحصاء غير أن أسماء الله تعالى في حد ذاتها لا تحصى وهي أعيان الوجود فيبدأ الشيخ محيد دين كعادته شعرا فيقول إن البصير الذي يراك علما وعينا إذا تراه فكن به لا تكن بكون فكن به لا تكن بكون ولا تشاهد فيه سواه فإنه قوله مجيبا فإنه قوله مجيبا كما يرانا كذا نراه إن البصير الذي يراك علما وعينا إذا تراه فكن به لا تكن بكون ولا تشاهد فيه سواه فإنه قوله مجيبا كما يرانا كذا نراه يدعى صاحبها عبد البصير ومن هذه الحضرة الرؤية والمشاهدة فلا بد من مبصر ومشهود ومرئي وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال ألم يعلم بأن الله يرى وقال أيضا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال عليه السلام ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس بالظاهرة ليس دونها سحاب يريد بذلك ارتفاع الشك في أنه هو المرئي تعالى لا غيره فيلزم عبد البصير الحياء من الله تعالى في جميع حركاته وإنما يلزمه الحياء لوجود التكليف فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يديه أو من يده يعني لا يتركه من يده يزن به الحركات قبل وقوعها فإن كانت مرضية عند الله ودخلت في ميزان الرضا اتصف بها هذا الشخص الذي هو عبد البصير وإن لم تدخل له في ميزان الرضا وحكم عليها الميزان بأنها حركة بعد عن محل السعادة وأنها سوء أدب مع الله حما نفسه عبد البصير أن تظهر منه هذه الحركة فعبد البصير يخفض الميزان ويرفعه فعبد البصير يخفض الميزان ويرفعه صفة حق فإن الله ما وضع الميزان إلا ليوزن به وهو أي الميزان مما بين السماء والأرض فما خلقه الله تعالى باطلا ولا عبثا ولا يستعمله إلا عبد السميع وعبد البصير هنا اللا بمعنى ما أو هي زائدة يعني لا يستعمله عبد السميع وعبد البصير فقط بل له دخول في كل اسم إلهي لكل عبد مضاف إلى ذلك الإسم مثل عبد الرؤوف فإنه يرؤف بعباد الله وجاء الميزان في إقامة الحدود فأزال حكم الرأفة من المؤمن فإن رأف في إقامة الحد فليس بمؤمن ولستعمل الميزان وكان من الذين يخسرون الميزان فيتوجه عليه بهذه الرأفة اللوم حيث عدل بها عن ميزانها فإن الله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وهو الرؤوف تعالى ومع علمنا بأنه الرؤوف شرع الحدود وأمرنا بإقامتها وعذب قوما بأنواع العذاب الأدنى والأكبر فعلمنا أن للرأفة موطنا لا تتعداه وأن الله يحكم بها حيث يكون وزنها فإن الله ينزل كل شيء منزلته ولا يتعدى به حقيقته كما هو في نفسه فإن الذي يتعدى حدود الله هو المتعد لا الحدود فإن الحدود لا تتعدى محدودها فيتجاوزها هذا المخذول ويقف عندها العبد المعتنى به المنصور على عدوه يعني على شيطانه فعبد البصير إما أن يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة المشبهة وإما أن يعبد الله لعلمه بأن الله يراه فهذه عبادة المنزهة وإما أن يعبد الله بالله فهذه عبادة العلماء بالله فيقولون بالتنزيه ويشهدون التشبيه لا يؤمنون به فإنه ليس عندهم ذلك خبرا وإنما هو عيان والإيمان بأن والإيمان بابه الخبر فالمحجوب يؤمن بقول المخبر وصاحب الشهود يرى صدق المخبر فكثير ما بين من يرى ومن يؤمن فإن صاحب الرؤية لا يرجع بالنسخ إلى رجوع الناسخ وصاحب الإيمان يرجع بالنسخ ويعتقد في المرجوع عنه أنه كفر بعد الرجوع عنه وإن كان مؤمنا به ولكن يؤمن به إن كان لا يؤمن به أنه كائن لأنه منسوخ فإذا علم الله من العبد أنه يعلم أنه يراه يمهله فيما يجب فعله فيما فيما تجب بفعله المؤاخذة لأنه علم أنه يعلم أنه يراه فيتربص به ليرجع لأنه تحت سلطان علمه وإن انحجب عن استعماله في الوقت يعني يعني العبد الذي يعلم أن الله يراه وإن انحجب في الوقت لكنه تحت سلطان علمه فيمهله الله فيما يجب فعله أو فيما يجب بفعله المؤاخذة فلا يؤاخذه فيمهله لأنه يعلم أنه سيرجع لأنه سبحانه وتعالى يستحي من العبد فيما لا يستحي العبد فيه وذلك إذا علم الله من العبد أنه يعلم من الله أن بيده ملكوت كل شيء فيقول الحق ما أعلمته بذلك ورزقته الإيمان به إن كان من المؤمنين أو أشهدته ذلك إن كان من أهل أشهود إلا ليكون له ذلك مستندا يستند إليه في إقامة الحجة فيكون العبد قد أشهد ذلك أو آمن به ولم يحتج به فما منعه من ذلك إلا الحياء فيما لم يستحي فيه فإن الله يستحي منه أن يؤاخذه بعمله الذي ما استحي منه فيه والله تعالى أعلى وأعلم فمعنى ذلك أو خلاصته أن الله تعالى يستحي أن يحاسب عبده المؤمن أو الذي هو من أهل الشهود لأنه يعلم أن هذا العبد يعلم أن الله بيده ملكوت كل شيء ولكنه لم يستعمل هذا الإيمان أو الشهود في وقته فيمهله الله ولا يحاسبه والله تعالى أعلى وأعلم أعلم أن هذه الحضرة أعطت أن يكون للعبد عينان إثنتان وللحق أعين فقيل في المخلوق ألم نجعل له عينين وقال تعالى عن نفسه تجري بأعيننا فمن عينيه يعني للعبد كان ذا بصر وبصيرة ومن أعينه كانت أعين الخلق عينه فهم لا يبصرون إلا به وإن لم يعلموا ذلك والعالمون الذين يعلمون ذلك يعطيهم الأدب أن يغضوا أبصارهم فيتصفوا بالنقص لأن الغض نقص من الإدراك وقوله ألم يعلم بأن الله يرى إرسال مطلق في الرؤية لا غض فيه فإن لم يغضوا مع علمهم فيعلم عند ذلك أنهم مع شهود المقدور الذي لا بد منه لا بد من كونه فهم يرونه كما يراه الله من حيث وقوعه لا من حيث الحكم عليه بأنه كذا هكذا يراه العلماء بالله فيأتون به على بصيرة وبينة في وقته وعلى صورته ويرتفع عنهم الحكم فيه فإنه من الشهود الأخراوي الذي فوق الميزان ولذلك لا يقدح فيهم لأنه خارج عن الوزن وفي هذا الموطن أو لأنه خارج عن الوزن في هذا الموطن وهو قوله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم وفي قوله كذلك وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهو فهو سؤال عن العلة لا سؤال لا سؤال توبيخ لأن العفو تقدمه يعني في هذه الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم فعفى ذكرها قبل السؤال فلأن العفو تقدمه وقوله حتى يتبين لك إنما هو استفهام مثل قوله لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس كأنه يقول أفعلت ذلك حتى يتبين لك الذين صدقوا فهو عند ذلك إما يقول يعني في الجواب نعم أو لا فإن العفو ولا سيما إذا تقدم والتوبيخ العفو والتوبيخ لا يجتمعان ولا سيما إذا تقدم العفو لأنه من وبخ فما عفى مطلقا فإن التوبيخ مؤاخذة وقد عفى ولما كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ لهذا جاء بالعفو ابتداء يعني لو قال ابتداء لما أذنت لهم لكان قد يفهم منه أن هذا السؤال يراد منه توبيخ ولذلك حتى يرفع الإشكال ذكر العفو قبله فلهذا جاء بالعفو ابتداء ليتبينه العالم ليتبينه العالم بالله أنه ما أراد التوبيخ الذي يظنه من لا علم له بالحقائق وقال في هذه المرتبة في حق المؤمن العالم وقال إذن قال في هذه المرتبة في حق المؤمن العالم كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يزنب الذنب فيعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيستغفر الله فيغفر الله له ثم يزنب الذنب هكذا مرة أو مرتين أو سلاس كما ورد في الحديث حتى يقول له الله تعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك أي أزلت عنك خطاب التحجير يا محمد فاسترسل مطلقا فإن الله لا يبيح الفحشاء وهي محكوم عليها أنها فحشاء تلك الأعمال فزال الحكم وبقي عين العمل فما هو ذنب يستر عن عقوبته وإنما الستر الواقع إنما هو بين هذا العمل وبين الحكم عليه هذا معنى غفرت لك يعني سترت الستر واقع بين العمل وبين الحكم عليه بأنه محجور خاصة هذا معنى قد غفرت لك لا ما يفهمه من لا علم له فيمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة له أو عليه بل قد عجل الله له قد عجل الله له بجنته في الدنيا فهو في حياته الدنيا كالمقتول في سبيل الله يعلق من ثمر الجنة كذلك هذا الشخص وإن أقيمت عليه الحدود فلجهل الحاكم بذلك يعني القاضي لجهل الحاكم بهذا أو بذلك المقام والذي هو فيه فإقامة الحدود على من هذا مقامه ما هي حدود وإنما هي من جملة الابتلاءات التي يبتل الله بها عبده في هذه الدار كالأمراض والعلل وما لا يشتهون أن وما لا يشتهي أن يصيبه في عرضه وماله وبدنه فيصيبه وهو مأجور في ذلك لأنه ما ثم ذنب فيكفر وإنما هو تضعيف أجور فما هي حدود في نفس الأمر وإن كانت عند الحاكم حدودا وتظهر من هذا رائحة في علماء الرسوم المجتهدين يعني الفقهاء فإن الحاكم إذا كان شافعيا وجيء إليه بحنفي قد شرب النبي الذي يقول بحله فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم وهو شافعي وحاكم بالتحريم في النبيذ يقيم عليه الحد من حيث أن ذلك الشارب حنفي وقد شرب ما هو حلال له في علمه له حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته فلم يؤثر في عدالته وإنما وأما لو كنت أنا حاكما يعني الشيخ محي الدين لو كنت حاكما ما حددت حنفيا على شرب النبيذ ما لم يسكر فإن بلغ حد السكر حددته لكونه سكران من النبيذ فالحنفي ما فالحنفي ما 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 جور ما عليه إسم في شرب النبيذ الذي هو الشافعي يعني غير مأسوم الذي هو حرام عند الشافعي لكنه حل عند الحنفي فكلاهما غير مأسومين فالحنفي مأجور في ضرب الحاكم له وما هو في حقه إقامة حد عليه وإنما هو أمر ابتلا أمر ابتلاه الله به على يد هذا الحاكم الذي هو من المذهب الشافعي كالذي غصب ماله غير أن الحاكم هنا أيضا غير مأسوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعل فكلاهما مأجوران عند الله وهذا عين ما ذكرناه في إقامة الحدود على الذين أبيح لهم فعل ما أقيم عليه فيه الحد فهم مأجورون ومقيم الحد مأجور وما هو حد في نفس الأمر بالنظر إلى هذا الذي أبيح له وهو حد في نفس الأمر بالنظر إلى من أقامه فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل وهذه الحضرة واسعة الميدان فيتسع فيها المجال فاكتفينا بهذا القدر من التنبيه والحمد لله رب العالمين إذن ينتهي هنا الحديث عن حضرة البصر وهي الاسم الإلهي البصير ويتبع في المقطع التالي إن شاء الله تعالى الحديث عن حضرة الحكم وهو الاسم الحكة إذن كانت هذه قراءة في الباب الثامن والخمسين وخمسماء من كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيد الشيخ الأكبر محيد الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويتحدث الشيخ محيد الدين في هذا الباب الطويل عن الأسماء الحسنى التي لرب العزة تعالى وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز وكنا نتحدث في هذا المقطع عن حضرة البصر وهو الإسم الإله البصير فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته